مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة أن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة ومن الضروري محاسبة من ينتهكون جاء ذلك على لسان ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا خلال مؤتمر صحفي في ميونيخ مؤخرا لقد كان هناك العديد من الانتهاكات الكبيرة لحظر الأسلحة بشكل واضح وكانت هناك تفسيرات ليبية مختلفة حول ذلك إلا أن الجميع يتفقون على أن الطريق الذي سلكناه والذي هو فصل الأطراف المتصارع عن أنصارها لا يزال الطريق الوحيد المحتمل للتوصل إلى نتيجة ناجحة في إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا لا يزال الوضع الميداني مقلقا للغاية الهدنة بالكاد متماسكة مع هذا الكم من الانتهاكات المبلغ عنها والشعب الليبي هو الذي لا يزال يعاني ويدفع الثمن الوضع الاقتصادي يستمر في التدهور والتفاقم بسبب الحصار النفطي والأزمة المصرفية التي تلوح في الأفق أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الدورة العربية ضروري ضمن جهود الدولة أو الدولة لحل الأزمة الليبية ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع تويتر أوضح من خلالها أنه شارك في اجتماع المتابع الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ وفي سياق متصل طالب المشاركون في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا طالبوا بضرورة إلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة ما وصفوه بالإرهاب بالتوازم مع جهود التوصل لتسوية شاملة لهذه الأزمة الليبية